حسام حسن قبل نادل مصري ما كانش يعني أنا بالنسبالي من صنع اسم حسام حسن هو نادل مصري يعني من صنع اسم حسام حسن كمدرب هو نادل مصري هو منورش منورش لا طبعا حسام حسن طبعا كابتل حسام حسن كابتل مصر كلها يعني الهدفة الداريخي المنتخب مصري طبعا كمدرب بدايته كانت مع المصري وهي بالضبط هي اللي عملت الطفرة بالنسبة لحسام حسن كمدرب وهي اللي قدت الوضع بالنسبة له بالنسبة للأندية أن هي تجري وراء عشان تتعاقد معاه فأنا شايف أن النادي المصري بوابة لكل مدرب عايز يصنع اسم كبير في تاريخ الكرة المصرية قدامه فرصة كويسة جدا أنه هو يعمل دوت كنا بنشوف دوت أعتقد مع حسام حسن وهنشوفه إن شاء الله مع أهاب جلال السيزون القادم ولكن على الضغط هيبقى عليه ضغط كبير جدا جمهور مش هيقبل جمهور مع كاملة بوعالي مع الشكل الاحترافي الموجود فيه النادي المصري خلي بالك كاملة أبو علي يعني اللي أنا شايفه أنه هو عامل خطة أربع سنين هو مش جاي سنة واتنين لأ هو حطت الخطة بتاعته أربع سنين فعشان كده هتلاقيه بيستسمى في العيبة هتلاقيه جاي بالعيبة صغيرة ممكن يبقىها ويعمل فيها أنت موجود في الخطة دي؟ والله أنا ما تفرقش معايا خلي بالك هسألك سؤال تاني أنت موجود في الخطة دي ولو بقى رأس تشارية بس أتمنى أنا على علاقة وطيدة جدا بمستر كامل أبو علي وكان دايما بجنبيه بقى فيه يعني فيه تواصل ما بيننا وبين بعض بس قبل الانتخابات وقبل ما يدخل النادي يعني أنا علاقتي بيه كويسة جدا وكت دايما داعم ليه على أساس أنه يرجع يمسك النادي المصري وده حصل وده في مصلحة الجميع وجودي من عدم وجودي أنا ما بتفرقش معايا أنا مهم جدا النادي المصري ماشي على التراك المزبوط وده ما يسعدني أنا كعمر الدسوقي ككابتل للنادي المصري ده يعني مش عايزة أقولك ساعدتي قد إيه لما بشوف النادي المصري فأفضل حالته سواء بقى أنا موجود أو مش موجود أتمنى طبعا أن الناس يبقى فيه استشارات فنية لأنه مهم جدا الاستشارات الفنية ولكن أنا شايف الراجل ماشي على التراك المزبوط ترجمة نانسي قنقر